كثير من الأطعمة التي يتناولها البشر تعتبر ثمرة جهود عدد كبير من المزارعين الذين يعملون في حقول أو دول أو حتى قرات مختلفة والمستهلكون في الغالب يشترون هذه الأطعمة من المتاجر دون التفكير في مصادرها لكن مستقبل الزراعة والمزارعين في العالم لم يعد آمنا حيث شهدت نسبة العاملين في قطاع الزراعة تراجعا مضطردا على مستوى العالم كما أنه لم يعد بإمكان معظم المزارعين الاستمرار في مزاولة مهنة الزراعة لسنوات طويلة إذ يبلغ متوسط عمر المزارعين في المملكة المتحدة 59 عاما وفي كينيا 60 عاما وفي اليابان 67 عاما وعندما يتقاعد هؤلاء قد لا يجد العالم من يحل محلهم في زراعة المحاصيل نظرا لعزوف الشباب عن العمل بالزراعة وتفضيلهم العمل في المدن وبناء على هذا التوجه يعتبر الأمن الغذائي العالمي مهددا وبشدة وقد طرحت حلول عديدة لمعالجة أزمة الأيد العاملة في القطاع الزراعي منها تطوير أجهزة تكنولوجية حديثة للحد من أعباء المزارعين وتخفيض العمالة أو مواجهة الوصم الاجتماعي الذي يرتبط بأعمال الفلاحة وتغيير نظرة المجتمع للزراعة وإقناعهم بأنها مهنة مجدية تدر دخلا جيدا ورغم المخاوف لا يزال القطاع الزراعي أكبر قطاع تشغيل حول العالم حيث يوفر سبل العيش لما يقارب أربعين بالمئة من سكان العالم في الوقت الحالي إضافة إلى أن المزارع الصغيرة حول العالم والتي يبلغ تعدادها نحو خمسمائة مليون مزرعة توفر ما يصل إلى ثمانين بالمئة من المواد الغذائية للسكان ترجمة نانسي قنقر